دعاء اليوم السابع من رمضان 2020 فنقدمها لك في التالي ورد عن السلف بعض الأداية التي تتخص كل يوم من أيام شهر رمضان وفيما يلي نقدم دعاء سابع يوم من رمضان اللهم أعني على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني ذكرك وشكرك بدوام هدايتك يا هادي المؤمنين فضل أداية شهر رمضان تعرفنا إلى دعاء سابع يوم رمضان 1441 ونود أن نذكركم أن تلك الأدية لم تثبت صحة وجودها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج في الدعاء بأي سيقة أو بأي لغة ما دمت تدعو الله تعالى ولا تدعو بالإثم والعدوان والمعصية ولكن ما ورد بشأن فضل هذا الدعاء لم يرد سوى في كتاب البلد الأمين والدرع الحصين للشخ تقي الدين إبراهيم بن علي العاملي والذي ذكر فيه فضل هذا الدعاء وهو من دعا به أعطي في الجنة ما يعطى الشهداء والسعداء والأولياء كما ذكرنا في السابق أن شهر رمضان هو شهر الدعاء وشهر تغيير الأقدار إلى أحسنها ولكن ما هي شروط استجابة الدعاء وفقا لسنة النبوية نتعرف إلى ذلك في التالي قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت يرحمني إن شئت أرزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له وقال عليه الصلاة والسلام عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم دعه وقال أيضا إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائب إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وقال أيضا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم نشكركم متابعين الأعزاء على حسن المتابعة ولا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بكل شديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة